أريدك أن تعلم موسى القراءة والكتاب والحساب والفلك والهندسة أريده أن يكون متفوقاً في كل شيء ثم بعد أن يتعلم هذا علمه أيضاً التشريح سمعاً وطاعة يا مولاي أريده أن يكون قوياً بعلمه ومعرفته عمران لقد آن الأوان أن تعلم موسى دين الله دين آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب نعم يجب أن يعرف ما هو دين الله الحق يجب أن يعرف دين التوحيد أنه لا إله إلا الله لا شريك له وأن ما يعبد من دونه شرك وكفر به إن الكهنة يعلمونه في قصر الفرعون من فضل الله عليه أنهم لا يعلمونه عقائدهم إن فرعون لا يهتم به ولا يهتم بتعليمه لعقائدهم الدنسة سنعلمه الدين الحق حتى يكبر ويكمل رسالتها لقد حبلت آسيا لقد علمت ولكن لا تقلق سيموت مثل الآخرين هذا ما أخبرتها بها لقد أخبرتك مراراً أن تتزوج مرة ثالثة لكي تنجب الفرعون الذي سيعيش لقد أخبرتك مراراً أن تتزوج مرة ثالثة إذن فالتعش وحيداً والتمت وحيداً أقول لك شيئاً تبنى موسى واجعله الفرعون القادم ومن موسى كي أتبنى إنه طفل غريب وجدته آسيا على ضفاف النهر وأدخلته أنت القصر كي يكبر ويترعرع فيه موسى أمره مقضي فهو لن يكون ابناً لي أبداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مولاي إن مولاتي آسيا جاءها ألم المخاض أحضر لها القابلة لعله يكون ولداً يا مولاي ولد بنت لن يعيش فكل أبنائي يموتون اذبح الذبائح وقدم القرابين للآلهة وصل من أجل أن يعيش إن الآلهة غاضبة علي مهما فعلت فقد كتب علي ألا أرى طفلاً لي يكبر أمام عيني لأقلده مناصب الحكم إنه ولد ولد أريني إياه هل يا ترى سيعيش أم سيموت مثل إخوته السابقين سيعيش يا مولاتي سيعيش أين موسى؟ فلتبعثوا به إليه حالاً سأتيك بموسى أطال الله عمرك كما أطال عمر موسى ها هو موسى يا مولاتي اقترب يا موسى كي ترى طفلي الصغير تعال لا تخف هيا قبل مرت خمسة أيام منذ ولدت ولم تأتي إلى حجرتي حتى ترى ابنك إنني مشغول هذه الأيام مشغول عن زوجتك وابنك؟ إنك حتى لم تختر له اسماً بعد أطلقي عليه أنت أي اسم فهو لن يعيش طويلاً لما تقول هذا؟ لأنني أعلم هذا جيداً انظر إليه إنه يجبهك تماماً لا أريد أن أراه حتى لا أتعلق به وأحزن عند فراقي لا تكن قاسية القلب انظر إلى طفلك انظر إلى ملامحه إنه جميل فهلاً لا يستحق الموت ايها العبد اعمل ولا تتحدث مع موسى مولايا موسى اذهب من هنا حتى لا يصيبك مقروه اذهب أرجوك إذا حدث لك أي مقروه فسوف أعاقب من فرعون أشد العقاب اذهب أرجوك فرعون فرعون زوجي الحبيب مرحباً بك يا نفرتاري جئت إليك كي أزف إليك خبراً سعيداً خبراً سعيداً إنني حبلة سألد لك بعد تسعة أشهر ماذا؟ حبلة؟ وهكذا حبلت نفرتاري وأنجبت لفرعون المولود الثاني بعد عام من ولادة ابن آسيا ثم حبلت آسيا وأنجبت كذلك وتزاد عدد الأبناء لدى فرعون وأنجب بعض التوائم ومرت الأعوام العام وراء العام ولم يمت أي ابن لفرعون حتى صار عمر موسى عشرة أعوام أرأيت يا أمه لم يمت أي طفل لي لقد عاشوا جميعاً لقد رضيت عنك الآلهة أخيراً إنني سعيد بكل هؤلاء الأبناء لقد قلت لك مراراً إنه لا يوجد عيب في نفرتاري أو آسيا لقد كنت أريد أن أدخل سعادة إلى قلبك بأية طريقة إنني اليوم سعيد جداً سأذبح الذبائح وأقرب القرابين للآلهة موسى حبيبي كيف حالك؟ إنني أعلم أنك حزين لما تراه من قصوة الفرعون على عبيد بني إسرائيل لكن ما باليد حيلة هيا حمل أخيك وداعب إنه يحبك كثيراً عمران استيقظ إن أحداً ما يطرق بابنا ومن الذي سيطرق علينا الباب في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ قم لطرى من؟ من؟ موسى؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اذركني يا موسى اخبرهم انني رجل عجوز لا احتمل العمل انه حجرك ويجب ان تحمله وتصعد به انها اوامر الفرعون وعندما يسمع موسى اسم فرعون يصمت ولا يستطيع ان يفعل شيئا للعبد انها اوامر فرعون ولكن مهما قال فرعون فان موسى سيساعد الرجل العجوز في وضع الحجر في مكانه هنيئا لك بالجنة يا موسى ولعدوك بالنار اشتركوا في القناة لا أستطيع أن أفعل شيئا لعبيد بني إسرائيل يا موسى إنهم خونة في نظر فرعون ولهم تاريخ أسود مع الفرعون الأكبر أنت لا تعلم شيئا عن عبيد بني إسرائيل ولكنني سأطلب من فرعون أن يرحمهم قليلا كما طلبت مني